مع كل أزمة بالنادي والتحاد الكورة بتلاقي بيانات أو تصريحات بتهدد بالانسحاب فيترى تعرف إمتى يعتبر الفريق منسحب في الدور المصري وإيه هي العقوبة؟ يعتبر الفريق منسحباً من المباراة في حالة عدم تقديم بطاقات لعبيه المعتملة من التحاد الكورة خلال 20 دقيقة من توقيت بداية اللقاء طب يترى إيه العقوبة؟ الانسحاب من مباراة في الدور المصري عقوبتها اعتبار الفريق خسران مع خصم ثلاث تقاط من رصيده الأصلي وتوقيع غرامة مالية عليه في حالة الانسحاب لمباراتين في الدوري أو الانسحاب من المشاركة في البطولة من الأساس فالعقوبة هي الحرمان من المشاركة في كل المسابقات لمدة موسم وبدء النشاط من الدرجة الربعة لكن فيه بند ممكن يحمل فرق من المصير البائس ده وهو أن الانسحاب يكون لظروف قهرية ووقتها من حق الفريق ينسحب من الدوري لمدة موسم ويرجع تاني في الموسم التالي ويشارك من غير حتى ما يهبط الدرجة التانية اشتركوا في القناة